وليلة عيد الميلاد المجيد الحقيقة انه الحمد لله دايما بلدنا قادرة انها تحافظ على حالة المحبة دي طول الوقت الشوارع مليانة فرحة وبهجة احتفالا بليلة عيد الميلاد المجيد الصبح يمكن كلنا صحينا وشوفنا الفيديوهات والصور من مدينة أولمبية بمواصفات عالمية في العاصمة الإدارية الجديدة مش كتير مننا كان يسمع ويعرف عنها شوفنا تشجيع سيادة الرئيس ومحبته ودعمه الكبير لمنتخبنا الوطني قبل ما يسافروا الكوتفوار كل التوفيق ليهم وابتدى بقى الليل وابتدينا نشوف مصر وهي منورة وكل الشوارع الحقيقة مليانة فرح وزينة ومحبة لاستقبال عيد الميلاد المجيد الكل بيحتفل مسلمين ومسيحيين وطن واحد وطننا جميعا وليلة من أحلى الليالي المصرية مصر الحقيقية الحلوة لكلنا مجتمعين على حبه الحقيقة بلدنا دايما منورة في وسط كل الأزمات وفي وسط أي ضلام بنعد بيه منورة بكل الرحمة والمحبة والإنسانية في الماضي وفي الحاضر والمستقبل وكعدد سيادة الرئيس الحقيقة موجود بيهني أبناء مصر المسيحيين بعيد الميلاد المجيد في ليلة العيد ويمكن الصور الحقيقة أبلغ من أي كلام حفاوة استقبال من هذا الشعب الجميل الطيب الأصيل وكبير العيلة سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بيحاول أن هو يسلم على كل الناس بقدر الإمكان ويهنيهم بالعيد والترانيم ماليا الكنيسة كتدرائية سيد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة في أبها حلالها الحقيقة يا رب يجعلها أيام دايما حلوة ووطننا يفضل أقوى ووطننا يفضل دايما عزيز وسالم وسط كل الأمم ونمر بهذه الأزمات اللي بتعدي علينا وإحنا كلنا إيد في إيد الحقيقة يمكن كلمات سيد الرئيس الواحد واقف عندها كتير ولما تحدث لقداسة البابا وقال أن الكلام ده نتاج لمحبة كبيرة نتجع عن مواقف ما يقومش بيها غير رجال بيحبوا البلد مخلصين لها كلمات ماليانة محبة ودعوات حلوة بأنه لسنة الجديدة تكون نهاية لأوقات صعبة كتير وأزمات كبيرة عدينا بيها وبيعدي بيها العالم موسيقى